السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين وصفتنا اليوم الذمول اليمني الذمول اليمني مطلوب مني كثير التلبية اللي طلبكم حبيتها نزلها اليوم خلونا نتبه مع بعض الخطوات والمكادير في سبع اكواب من الدقيقة الابيض بنضيف عليهم ملعقة كبيرة ملح وملعقتين كبار سكر وكمان ملعقة كبيرة خميرة وثلاث ملعقة حليبة مجفف اي حليبة بودرة اذا مش متوفر عندك تقدر تستخدموا يبدلها الحليبة العادية الحليبة السائل وبعدها بنخلط هذه المكادير كلها مع بعض وبنضيف عليهم كوب من الزيت وكمان كوب من السمنة السعيح واضافة بيضة واحدة او ثلاث بيضات او بيضتين اهم شي اكثر شي ثلاث بيضات واقل شي بيضة وكلو على حسب رابطكم في نكهة البيضة في الذمول وبنبدأ نعجلن هذه المكونات كلها مع بعض وبنضيف الماء تدريجيا اي اضافة الماء ليس محدودة الكمية ولكن بنضيفها تدريجيا لما تكون عندنا عجينة متماسكة مثل هذا الشكل قادرة على التشكيل وبعد ما خلصت من العجينة الان بنبدأ نقسم العجينة الى عدة اجزاء اي عدة قطع صغيرة الحجمة امتصطة الحجم كلو على حسب رغبتكم وبنكور كل القطع بهذه الطريقة وبناخذ كل القطع لحالها وبنحاول نفردها باليد اين نسطعها مش ضروري في هذا الخطوة استخدام النشابة يفضل استخدام اليد بيكون افضل تقدروا تخلوها بهذا الشكل على شكل دائري وتقدروا تزينوها مثل ما انتم تحبوه احنا الان بنزينها بطريقة عمل الضفيرة اللي بتجي على اطراف الذمول الان بنشوف طريقتها تابعوا الفيديو وعشان اوضح لكم اكثر بنقوم على طرف الذمولة بنضغط على طرفها بحيث ان تكون عندنا طبقة رقيقة وبعدها بنرجحها لقدام مثل ما انتم شايفين وبيكون عندنا شكل زي الضفيرية بنستمر على هذا الطريقة لما نخلص في الاخير وبيكون شكلها النهائي وبنسوي على جميع القطع مثل هذا الطريقة وبنقدر مثل ما قلت لكم نخليها صافية من غير هذا القطوة او من غير هذا الترجين وبس نخلص وبنضغط عليها ضغطة خفيفة بحيث انها تتساوى او بيكون شكلها دائري اكثر ومثل ما قلت لكم بنكمل باقي القطع بنفس الطريقة بنسطحها وبنضفرها من الاطراف بنفس الطريقة وبنضغط عليها من الطرف بحيث تكون عندنا طبقة رقيقة وبنرجح ندخلها الى تحت مثل ما هم وضح او لا قدام عفوان مثل ما هم وضح في الفيديو وبس خلصت رصيتم على صينية الفرن والان بتدهن سطحهم بحليب لان احنا ما نحب نكات البيض في الذمول واذا انتم حابين نكات البيض ما عندكم اي مشكلة بس بتحركوا سفار بيضة واذا حابين تخلطوها على ملعقة حليب وراحتكم بتحركوهم مع بعض بتدهنوا سطح الذمول بهذا الطريقة انا دهنت بالحليب بس عشان التزيين او عشان نحط الحبة السوداء بالوسط بيمسك معانا والان بنزيين الذمول بالحبة السوداء حبة البلكة بنرش عليها بالوسط او رش عشوائي براحتكم واذا حابين تستبدلوا حبة البلكة بالسمسم على حسب رغبتكم والان بندخلها الفرن على درجة 250 مئوية او في التنور بس يحمروا من تحت ونحمرهم من فوق وهذا بيكون شكلان نهائي يقدم مع الشاهي الأحمر او مع شاهي حليب او مع قهوة القشرة او البنة اليمني وعليكم بألف عافية اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا اعجاب وايضا الاشتراك بالقنال كي يصلكم كل جديد ونشرى الرابط لتعمل فائدة ودمتم في العيزة الله وحفظه اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة